تراجع مستوى سيولة المتداولة في بورصة عمان إلى مستوياته الطبيعية في جلسة اليوم بعدما ارتفع في جلسة أمس بشكل كبير بسبب تحويلات مالية تمت على أسهم عدد من الشركات فقد ظهرت مؤشرات التداول أن حجم السيولة المتداولة بلغ بنهاية جلسة اليوم حوالي 8 ملايين و 400 ألف دينار تحققت عبر تداول 8 ملايين و 200 ألف سهم نفردت من خلال 3727 عقدا أما المؤشر العام القياسي لأسعار الأسهم فقد سجل ارتفاعا طفيفا وأغلق عند مستوى 2140 نقطة وقطعيا فقد سجل القطاع الصناعي انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 1.65% وانخفاضت الخدمات بنسبة 6% في حين ارتفع للقطاع المالي بنسبة 99% أما على مستوى المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد ساهم القطاع المالي بنسبة 56.19% والصناعي بنسبة 24.86% أما الخدمات فساهم بنسبة 18.94% أما شركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي العرب للتأمين على الحياة والحوادث بنسبة 56.59% وشركة الأردن بنسبة 85.81% أما الأكثر انخفاضا فهي الموارد للتنمية والإستثمار بنسبة 26.25% العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 25.26% ترجمة نانسي قنقر